فيما يتعلق أكيد الجانب القانوني هو كل تهديد دايما نتكلم على قانون العقوبات يتعامل مع كل تهديد يشكل خطر على المصالح الفردية والاجتماعية وبالتالي هذه صورة الجريمة المعلوماتية هي صورة أخرى من صورة تهديد أو الخطر الذي قد يتهدد بمصالح الأفراد والجماعات والدول أيضا لما يتعلق الأمر بحروب معلوماتها ولهذا من جانب القانوني والجانب الهيكلي مهم جدا أن الجزائر تحصن نفسها في مواجهة هذا النوع من الجرائب ونحب نفتح قوص قبل أن نختم نقول أن نصيحة لأبنائنا ولكل شخص ليستعمل وسائل التواصل الاجتماعي وهذه التكنولوجية المعلوماتية الحديثة على أن استعمالها يكون استعمال في الجانب الإيجابي منها لأن كثير من أبنائنا يعتقدون مثلا وهم يتعاملون مع هذه التكنولوجيا يقوموا بنشر أشياء وإعادة نشرها وإعادة توزيحها رغم أن هذه المعلومات غير صحيحة غير مؤكدة استطاعتها نشر أخبار شريمة نعم في بعض الأحياء نجد أشخاص يتكلمون على أشخاص وهذا يعتبر من قبيل القلف أيضا وهم يعتقدون أنهم يعبرون على أرائهم آرائنا نحن أحرار في أن نعبر على آرائنا فقط أن نتمس بالآخرين حريتنا نحن نتمتع بكامل حريتنا ولكن حريتنا تنتهي عند حرية الآخرين وبالتالي علينا ونحن نتعامل مع هذه التكنولوجيا أن نتحرى أن لا نرتكب جرائم لأنه في كثير من الأحيان تدفعنا إلى ارتكاب جرائم تمس بالأشخاص بعرض الأشخاص بخصوصية الأشخاص وربما توصلنا إلى ما هو أكبر من ذلك ولهذا نأمل أنهم يأخذوا الحيطة وهم يتعاملون خاصة ما هو ملاحظ أسد الخميسة 18 على موقع تواصل الاجتماع وبتحت فيسبوك مثل هكذا أخبار يعني دون التحرية مباشرة مشاركتها عبر فضاء الأزرق نعم نعم ويتبين فيما بعد أن هذه المعلومة خاطئة خاطئة غير صحيحة وربما هذه المعلومة تمس بشرف أشخاص وهي غير صحيحة وبالتالي يجد الإنسان نفسه اشترك في جريمة دون أن يشعر أو تورط في جريمة دون أن يشعر وبعد ذلك لما تسأل الشخص يقولك أنا كنت أعتقد أني قمت بنشره فقط ولكن هذا النشر في عبداته الشكل جريمة وكثير من الصور الأخرى وبالتالي فأن التعامل مع هذه الوسائل وجب أن ينحصر فقط في الجانب الإيجابيين تحها فيما يتعلق بالتواصل تبادل المعلومات الاستفادة من الآخرين لإفادة الآخرين بما هو مفيد دون التورط فيما قد يشكل جريمة ضد الأفراد وضد الجماعات